الرئيس عنده مبدأ رئيسي واضح الحل مقيدة مفاوضات فيبقى نمرة واحد لازم نوقف اطلاق النار وقف لا كده ولا كده الرئيس مبارح من ضمن الحاجات اللي قالها اللي بلينكين كده قاله انت بتتكلم على ناس بقالها تقريبا أربعين سنة بلا أفق وبلا أمل بتتضرب بس كنتم متوقعين ايه طيب هو دي أول مرة نقول الكلام ده الكلام ده احنا بنقوله بقالنا كتير من 2014 عملين بنحذر يا جماعة غلط غلط الوضع هينفجر اللي بتعملو ده هيصاحبه أكيد رد فعل ورد الفعل مش هيبقى محسوب فتجد انه على سبيل المثال كل اللي بيجرى ده قدامك اذا انه الرئيس مبارح يقابل بلينكين ان الرئيس يتلقى الاتصال الهاتفية على سبيل المثال النهاردة من الرئيس الروسي فلاديمار بوتن بطبيعة الحال بينقشوا الأوضاع الإقليمية ومستجدات هذا التصعيد الحالي في قطاع غزة في أراضينا في فلسطين المحتلة تم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء هذا الموقف منع خد بالك توسيع رقعة العنف والصراع الرئيس مبارح قال لي بلينكين ايه قال له أطراف جديدة هتدخل على الصراع إن لم نوقف ذلك فورا وده الكلام اللي تقال مع الرئيس الروسي فلاديمار بوتن هذا سوف يهدد أمن واستقرار المنطقة كلها حيث أنه فخامة الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمار بوتن توفقوا على أهمية تغليب مصار دعم التهدئة أولا استعادة الاستقرار الأمني أولوية الحرصة على حماية المدنيين ومنع الاستهداف لهؤلاء المدنيين خصوصا أنه الأوضاع شديدة الخطورة الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة في قطاع غزة لازم لازم ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبصورة عاجلة وإلا انفجرت الأزمة زيادة على انفجارها الحالي يا سادة يا كرام لحضراتكم شايفينه القطاع معتم لا كهرباء لا طاقة أكبر من كده لا ماء يمكن انبارح بدأوا يفتحوا شوية شوية المية الأهلين هناك في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بالمناسبة ما هو ده بده من ضمن قرارات الشرعية الدولية وده من ضمن القانون الدولي إن المحتل يتحمل مسئوليات الدولة لتحت الاحتلال وشعبات بس برضو هم مش عاوزين يتحملوا المسئولية